اتسع صباحا بتوقيت القاهرة اهلا بحضراتكم في مجازل اهم اخر الانباء من القاهرة عاصمة الخبر اعلنت مجموعة السابع واستراليا في بيان مشترك الاتفاق على تحديد سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا للبرميلة وجاء اعلان مجموعة السابع واستراليا عقب اتفاق مماثل توصلت اليه في وقت سابق الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي اي كانت الدول والصناعية السابع الكبرى تفقت في سبتمبر الماضي على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي بصورة عاجلة دعينا الى اتلاف واسع من الدول لحرمان روسيا من جزء من مواردها الاقتصادية في قطاع الطاقة قال الرئيس الاوكراني فولادمير زلينسكي انه يتوقع قيام حوالي 60 سفينة بتصدير الحبوب قبل ربيع 2023 في اطار برنامج الحبوب من اوكرانيا واضف زلينسكي في خطابه الليلي ان السفينة الاولى غادرت بالفعل الى اثيوبيا بالشحنة من القمح وستتبعه سفينة ثانية كما سيتم تحميل ثالثة تتجه الى الصومالة كانت ثلاثة موانئ اوكرانية فتحت بموجب اتفاق بين موسكو وكييف وساهمت بتصدير ما يقارب من 13 مليون طن من المنتجات الزراعية قال وزير الخارجي الامريكي انتني بلينكين ان الولايات المتحدة تصنفت الصين وايران وروسيا ضمن الدول المثيرة للقلق بموجب قانون الحرية الدينية كما اكد بلينكين في بيان ان مجموعة فاغنر الروسية ادرجت على القائمة بسبب تورطها في انتهاكاتين بجمهورية افريقيا الوسطى والتي شهدت قتال طائفيا استمر لنحو عقدي اعلن المجلس السيادي السوداني انه سيتم التوقيع على الاتفاق الاطاري مع الاطراف السودانية بعد غاد الاثنين جاء ذلك بعد اجتماع في الخرطوم دم الفريق اول عبدالفتاح البرهان واعضاء المجلس السيادي وبحضور الرباعية الدولية والالية الثلاثية وممثلين عن الاتحاد الاوروبية اقرى المشاركون في الاجتماع على ما تم التوصل اليه من تفاهمات تم تلخيصها في الاتفاق السياسي الاطاري دعت وزارة الخارجية الفرنسية اسرائيل الى وقف اعمال العنف المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية مشددة على ضرورة ان تحاسب السلطات المختصة في اسرائيل المسؤولين عن تلك الاعمال وعربت الخارجية الفرنسية في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر عن قلقها البالغ ازاء المواجهات العديدة والتي نشبت منذ 29 نوفمبر في مناطق مختلفة من الضفة الغربية واصفرت عن استشهاد خمسة فلسطينيين واكدت فرنسا التزامها بالامتثال القانون الدولي الانساني في الاراضي التي تحتلها اسرائيل والطابة غير القانوني للاستيطان قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وانه التقى الملياردير الامريكي ايلون ماسك مالك شركة تويتر خلال وجوده في الولايات المتحدة الامريكية واكد ماكرون في تغريدة على حسابه بموقع تويتر انه ناقش مع ماسك الجهود التي يجب على المنصة بدها للامتثال للوائح الاوروبية مشاددا على ضرورة اتباع سياسات شفافة تجاه المستخدمين وتعزيز الاشراف على المحتوى فضلا عن حماية حرية التعبير وهي امور يتعين على تويتر القيام بها تؤدي الحكومة الماليزية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء انور ابراهيم اليمين الدستوري اليوم السبت وذلك بعد الاستقرار عليها اكشف ابراهيم النقابة عن حكومته الوزرية قائلا انه سيستعيد منصب وزير المالية والذي كان قد شغله قبل ثلاثين عاما في حكومة رئيس الوزراء الاسبق مهاتر محمد وتضم الحكومة الجديدة خمسة وعشرين وزيرا يمثلون الكتل السياسية المختلفة في البلاد اعلنت الصين ان اعداد الاصابات الجديدة با فيروس كورونا شهدت تراجع نسبيا خلال الايام الماضية ذكرت لجنة الصحة الوطنية ان الصين سجلت ثلاثة وثلاثين الفا وثلاثة وسبعين حالة اصابة جديدة با فيروس كورونا منها ثلاثة وثلاثة وثلاثة وثمانون وثمانون حالة ظهرت عليها الاهرادة كانت الصين قد فرضت اجراءات صارمة في بعض الاقاليم من اجل السيطرة على انتشار الفايروس وسط احتجاجات من قبل المواطنين ختام موجز الاخبار فاصل قصير ونعود بعده لاستكمال صباح جديد